اليوم مشاهدين التي نناقش فيها ملف العلاقات الأمريكية البرازيلية بمناسبة زيارة الرئيس البرازيلي إلى واشنطن وينضم إلينا ضيفنا لهذه الفقرة سيد علي فرحات الكاتب والصحفي معنا من البرازيل أهلا وسلم بك سيد علي فرحات وشكرا على قبول دعوة فرنزانت كاتخ بداية هل تعتقد أن مهمة لولا دا سيلفا سهلة لعادة العلاقات البرازيلية الأمريكية إلى سابق عهدها قبل وصول بولسونارو إلى السلطة؟ سأل خير وأهلا وسهلا بك أهلا أولا هذه المهمة ليست سهلة على الإطلاق هي من أعقد المهمات التي تواجه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لأن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية دون الكثير من الشروط البرازيل لا يمكن أن تعطي لواشنطن كل ما تريد وواشنطن لا يمكن أن تعطي للبرازيل كل ما تريد يحاول دا سيلفا أن يوازن ما بين العلاقات الاستفادة من العلاقات الاقتصادية والبيئية مع أمريكا والحفاظ على علاقاته الاقتصادية والسياسية مع الصين ومع روسيا وبالتالي هناك مهمة صعبة بعض الإعلاميين في البرازيل تمنوا على الرئيس دا سيلفا أن يكون واقعيا أن ينظر إلى السياسات الحالية المختلفة تماما عن السياسات ما قبل عقدين من الزمن وبالتالي يؤكد دا سيلفا بأنه سيضع مصلحة البرازيل على رأس أولوياته سيد علي فرحت في هذه النقطة بالضبط الجميع كان ينتظر أن يكون هناك تغير في السياسة الخارجية البرازيلية لويسي ناسيو دا سيلفا معروف سياساته قريبة أكثر من الديمقراطيين الأمريكيين بولسونارو سياسته قريبة من الجمهوريين وبولسونارو كان قريبا من روسيا لكن السياسة الخارجية لولا دا سيلفا لم تتغير خاصة في الملف الأوكراني لحد الآن الموقف البرازيلي غير واضح وهو ضبابي في مسألة هل هو ضد الحرب في أوكرانيا أو مع روسيا مباشرة يعني هنا ما أردت الإشارة إليه بأنه صعب وبأن لولا دا سيلفا يحاول التوازن في هذا الأمر دا سيلفا لا يمكن أن يكون لديه مواقف حادة باتجاه روسيا لكنه هو تصرح بأنه ضد الحرب في أوكرانيا لكنه لن يساعد في إرسال الدبابات كما طلب واشنطن إلى أوكرانيا لمساعدتها وبالتالي هو يريد الآن الحديث مع الأمريكيين في مبادرة سلام كما قال ويريد أن يطرح هذا الموضوع مع الصينيين لويسي ناسي لولا دا سيلفا لا يمكن أن يأخذ موقفا شديد الوضوح في هذا الأمر لأنه يرى أن من مصلحة البرازيل أن تقف في المنطقة الوسطى وأن لا تخسر أحدا في هذه الحرب وبأن كل الأطراف تلجأ إلى عملية احتواء البرازيل أو الحاجة إلى البرازيل لمد العلاقات معها وبالتالي هو يريد الوجود في المكان الوسط في هذا الأمر رغم أن لولا دا سيلفا عانى من أزمة كبيرة والبرازيل أيضا عانت من زلزال كبير ضرب ديمقراطيتها بعدما حدث في برازيليا العاصمة وريو دي جانيرو من اقتحام للمباني الحكومية في برازيليا مظاهرات في ريو دي جانيرو والمدن الكبرى في البرازيل مناصري بولسونارو وضرب لهذه الديمقراطية رغم فوز لولا دا سيلفا بشكل شرعي في الانتخابات هو يقف في المكان الوسط وأنت استخدمت مقترح السلام وأيضا دا سيلفا سمه نادي السلام ما هو هذا المقترح نادي السلام الذي تشارك فيه البرازيل الصين والهند من أجل إيقاف الحرب في أوكرانيا نعم يعني هو يقول دا سيلفا بأن من مصلحة بلاده أن لا يكون هناك حروبا وأن لا تشارك بلاده في أي حرب لأن هذه المشاركة سوف تؤدي إلى الكثير من الخسائر على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي حتى الآن المبادرة غير واضحة لكن دا سيلفا وعد بأنه سيؤسس لمبادرة مع حلفائه أو مع شركائه السابقين خصوصا في دول بريكس وأيضا سيحمل عدة ملفات يعني ملف الصراع الصيني الهندي يعني هناك كثير من البرازيليين يقولون بأن دا سيلفا يبالغ كثيرا في دور البرازيل في السياسة العالمية لكن أنا أعتقد بأن دا سيلفا يحاول الدخول في هذه المبادرات تجنبا للطلب منه أن يأخذ موقفا معين وهو بالتالي يمكن أن يربح الوقت في هذا المجال ويمكن أن لا يزعج أحدا لا يزعج الطرف الأمريكي ولا يزعج الطرف الروسي في هذا الأمر لأن الحرب الأوكرانية الروسية يأعقد بكثير من أن يتولى دا سيلفا مسألة حلها وبالتالي يمكن أنه يستخدم هذا العنوان من أجل البقاء في المنطقة الوسطى والحفاظ على علاقات البرازيل وخصوصا أنه يحتاج إلى العلاقة مع الإدارة الديمقراطية لأن الطرفان يجمعهما مسألة مواجهة اليمين المتطرف مسألة الديمقراطية مسألة حقوق الإنسان مسألة مكافحة العنصرية كل هذه الأمور التي سيطرحها في اللقاء مع جو بايدن لكن هناك عدة نقاط خلافية هل سيستطيع دا سيلفا من إقناع جو بايدن فيها مسألة العملة الموحدة في أمريكا التي تستثني الدولار الأمريكي مثلا هذا تحدي في العلاقات البرازيلية الأمريكية هناك العلاقات مع الصين والعلاقات مع روسيا والعلاقات مع فنزولا وباقي الدول التي تعتبر من الدول المعادية للولايات المتحدة الأمريكية ملفات كثيرة معقدة سيد علي فرحات قرأت اليوم بعض تقارير الصحفية البرازيلية تقول إن لولا دا سيلفا غير من رأيه وقرر أنه لن يناقش مسألة العقوبات المفروضة على إيران مع الرئيس الأمريكي جو بايدن نعم أن هذا الملف كان مقررا أن يناقش اليوم عند لقائه بجو بايدن نصح دا سيلفا من قبل مستشاريه والمقربين منه بأنه لا يحمل كل الملفات خصوصا أنه سيحمل ملف بنزويلا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهذه في معلومات خاصة مؤكدة لأنه سيسعى إلى مبادرة لحل مشكلة تجارته بنزويلا مع الولايات المتحدة الأمريكية ويبدو أن هناك رضا وقبول أمريكي في هذه المسألة وبالتالي حامل كل هذه الملفات الملف الإيراني الملف الأوكراني الملف البنزويلي وباقي الملفات سيعقد من مهمة دا سيلفا دا سيلفا يريد أخذ ما يمكنه أن يأخذه من الولايات المتحدة الأمريكية هو لا يريد تصعيدا مع واشنطن لا يريد إزعاج واشنطن لكنه لا يمكن له أن يحقق كل مطالب واشنطن ولذلك هو سيسعى إلى التخفيف من طلباته من أجل الحفاظ على العلاقات التي يحتاج إليها خصوصا بعد دعم واشنطن لشرعيته وتحذيرها للجيش البرازيلي من الانقلاب وهو كان عاملا حاسما في وقوف الجيش البرازيلي وامتناعي عن القيام بأي أعمال تساعد الانقلاب العسكري في البرازيل سيد علي فرحات الكاتب والصحفي شكرا جزيلا لك مشاهدين جولتنا الإخبارية لازلت متواصلة وليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها من أنباء شكرا جزيلا لك